كلمة توطين صناعة نفسها هل أنا في بعض الناس بيلتبس عليها الأمر أو في المعنى ما بين التصنيع وما بين التوطين الصناعة نفسها هل التصنيع فيه ناس تقولك التصنيع بيقف إن لو أنا جمعت سيارة هنا في مصر يبقى أنا اسمي صنعتها ميدين إيجيبت مثلا صنعة في مصر لكن توطين نفسه بقى حشر على سيارتك الهتة دي إحنا لما بنقول صناعة السيارات تجميع صناعة السيارات المصنع سواء في مصر أو في العالم أجمع عبارة عن مكان لتجميع مكونات السيارات جميل هذه المكونات قد تأتي مستوردة من الخارج وقد تكون صناعة محلية تمام لما بنقول إن إحنا عايزين توطين الصناعة معناها حاجتين إن أنا أتملك مستلزمات تلك الصناعة من الخبرة والتكنولوجيا والنهاء للتصنيع والناس العمالة الهندسية والفنية المدربة عليها هو ده كلمة توطين الصناعة علاوة على إن أنا أمتلك الإبتكار القدرة على الإبتكار والتصنيع المحلي والأهم من ذلك كله هو زيادة نسبة المكون المحلي يعني إيه؟ يعني أنا عند القانون في مصر بيلزم إن لو السيارة صناعة داخل مصر وبيعت داخل مصر أن تكون مكوناتها المحلية على الأقل لخمسة واربعين في المية بالنسبة للسيارة الصالون أو الملاك الزغيرة وستين في المية بالنسبة للسيارات التجارية السيارات التجارية لها نقل ونقل 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 يبقى أنا بأفضل إن أنا بدل ما أقول إن أنا عايز أصنع سيارة مصرية مية في المية وعايز بقول توطين الصناعة معناه إن أنا أزود نسبة المكون المحلي يبقى المطلوب تصنيع سيارة في مصر نسبة المكون المحلي أعلى مما هي عليه الآن متزايدة ساد رئيس أشار لذلك في أحد الاجتماعات الأخيرة لما قال أنا يعني إن نلاحظ إن كل المكونات التي تصنعها مصانع السيارات في مصر المصنع ده بيعمل نفس المكونات نفس المكونات وكان بيأمل أو بيوجه إن إحنا ننتج مكونات جديدة هو ده الصح ما نستنسخش من المكونات الموجودة وخلاص لا هو مش بس استنسخ هو يعني أنا بنتق يعني مثلا فرضنا بيعمل الكرسي والزجاج ومجموعة التبريد ومجموعة التكييف لا فيه مكونات أخرى داخل السيارة تبتدي تعمل صناعة جديدة ابتدي فرص عمالة جديدة أوطن الصناعة هي كلمة توطين الصناعة إن أنا يكون عندي صناعات مغزية متعددة لتغزية صناعة السيارات العنصر البشري عندنا في مصر مهيئ للخطوة مؤكد مؤكد عندنا عمالة مهيرة بالعكس إحنا العمالة عندنا مهيرة هو وبمجرد ما بتيجي تكنولوجيا جديدة أو سيارة جديدة عمال ومهندسين المصانع بياخدوا تدريب عليها سواء تدريب داخل مصر أو تدريب خارج مصر بيستوعبوا كل الكلام ده بيكونوا على درجة عالية من الحرفية خلي بال حضرتك في عندنا ميزة في مصر إن العامل عندنا بيفكر في بزكاؤه في الإصلاح والابتكار والتعديل العامل برة هو بيشيل ويركب يشيل مجموعة يحط مجموعة يشيل جزء العامل المصري عامل محترف وعنده خبر البيض